جالي النهاردة خاطر لطيف كده يعني شردة وردة شردة وردة ده كان مقال بيكتبه والدي رحمة الله عليه الشردة الوردة جدا في الحالة بتاعتنا دي حدوتة صغيرة كده من ضمن حواديث مصر الحواديث المصرية اللطيفة اللي احنا بنعايشها بقالنا دلوقتي تقريبا سبع سنين الحدوتة هي حدوتة على العشوائيات في مصر العشوائيات اللي كانت مش عايزة وصفها بأنها كانت حمل كبير لكنها كانت هم لأنه عايش فيها أهلين مصريين زينا زيهم بس حظوهم وحش حبتين فمعاشوش حياة كريمة بأي شكل من الأشكال كان نمط حياة عشوائي في كل حاجة عشوائي في شكله عشوائي في تقاليده في أخلاقه في أماطه حتى في أماطه الاقتصادية عشوائي وعايز تحديدا نركز على أهلينا اللي راحوا الأسمرات من أربع خمس سنين لما كانت الدولة انتهت من المشروع وتبنى وتزبط وتعامل النادي الحلو الشياكة اللي حضراتكم شفتوه معانا لو تفتكروا في آخر يوم لينا في السنة يعني أظن كنا يوم تلاتين ساعة معرضناه لو أنا متذكر مظبوط يعني والعمارات اللي شكلها حلو وحمامات السباحة تلاتين مظبوط طيب أهلينا دول كانوا عايشين في المناطق اللي احنا بنسميها العشوائيات الخطرة وأظن كلنا دون استثناء واحد اللهم إلا الأجيال الصغيرة جدا بقى يعني اللهم عندهم مثلا 14-15 سنة دلوقتي ما يعرفش يعني عشوائيات خطرة ما شافهاش يعني أو كان لسه صغير يعني ما يلاحظش الكلام ده أهلينا دول اتنقلوا على الأسمرات لما راحوا الأسمرات راحوا بطريق التفكير طريق التفكير اللي عاش وتربى فيها اللي قدر أقولك إن في منهم جيلين تلاتة اتولد جوه العشوائيات الخطرة دي زي الدوئة مثلا وبالتالي تركبته النفسية والوجدانية نمطه الاقتصادي طريق التفكير وتوجهاته كلها اتشكلت على مدى جيل واثنين وثلاثة يعني بدايات العشوائيات في مصر بالمناسبة أظن كانت 71-72 فتركبته كلها مرتبطة بالنوع ده من الحياة ملعب الترتان اتجردت من الترتان بتاعها وتباع الأدوار الأرضية اتهدت واتكسرت فيها الحطان علشان تتحول إلى محلات الناس فرشت على السلم وبالمناسبة انا هقولك على مشهد من قبل ربحتة بقى الناس وهي رايحة تستلم الشقق فرايحين الحمد لله والشكر اللي جحافل وكان عندهم ظن انه ايه بقى انه اللي هيدخل الأول هو اللي هياخد شقة لانه اكيد اكيد الشقق دي عددها محدود فاللي هيلحق هيسكن واللي مش هيلحق نايم في الطلب على آخر اليوم مش هقولك اليوم اللي بعده اصبح فيه عندهم يقين انه هو كله تسكن فعلا لانه كله تسكن فعلا ولما تسكنوا حصل لانا بقولك عليه ده فجات الدولة مرة تانية قعدت معاهم يا جماعة الحاجات دي بتاعتكو الحاجات دي ملكوكو وتفرشت ترتان من اول وجديد تجاب ترتان جديد وبعدين الحيطان اللي كانت متكسرة والدور الارض اللي باز ده خالص اتصلح من اول وجديد تاني وسكنوا فيه الناس تاني وقعدوا الناس او قعدوا المسئولين عن هذا الملف تحديدا وعن الاسمارات بشكل خاص يتكلموا مع اهلنا اللي هناك ويوعوهم ويفهموهم بانه دي بتاعتك فخلي بالك منها ادي فرصة لابنك انه يكبر ويعيش حياة حلوة حياة عليها الايمة احنا عرضنا لكم جانب يوم تلاتين من نمط الحياة التي صارت عليه الاسر او التي اصبحت عليه الاسر او التي تسير عليه الاسر اللي عايشة دلوقتي في الاسمارات الولادة الزغيرين اللي بلعبوا رياضة وده بالنسبة لهم عادي عادي ده بقى العادي ما بقاش بيلعب في الشارع اللي ما كانش شارع اللي كان عبارة عن مكبات للنفايات واكوان من القمامة وامراض الدنيا كلها في الحتة اللي هو عايش فيها مش في الحتة اللي هو عايش فيها ده على عتبة البيت اللي لم يكن جوه القوضة اللي العيل الزغير ده بينام فيها متكربس هو وعيال تانيين وكبار وستات ورجالة وهلوم مجر أصبح الطبيعي بتاعه أنه بيصحى الصبح يستحمى ويبقى زي الفل يلبس هد منظيفة زي الفل مكوية يعني كوية وكأنها حد الموس وياخد بعضه ويروح على المدرسة اللي في الأصمارات يخلص المدرسة وياخد بعضه ويروح على النادي اللي في الأصمارات يلعب رياضة ده بقيت حياته ده بقى العادي بتاعه بقى الطبيعي عايز تقولي أنه ده فيه احتمالية كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أنا أقولك بقى الاحتمال نادر أنه يتلعب له في دماغه احتمال نادر أصلا هتلعب له في دماغه بالإيه يعني علشان تحاول مثلا تجنده في تنظيم متشدد ولا إرهابي ولا متطرف هتقول له إيه هتقول له شايف العيشة اللي انت فيها هيقول لك مالها ده أنا عايش في شقة زي الفل وحوالي جناين وبروح مدرسة زي الفل وبروح النادي وبالعب رياضة وباخد مطولات وباطلع في التلفزيون طيب هتروح تحاول تسخنه على الدولة دي الأصمارات بمناسبة هتروح تسخنه على الدولة تقوله إيه تقوله الدولة نسياك الدولة رمياك الدولة مش مهتمة لا بتعليمك ولا بصحتك ولا برياضتك ولا بلياقتك ولا بسكنك هجي يقولك فيه تعال يا عم فرجك على العمارة اللي أنا سكن فيها والمدرسة اللي بروحها وبالنادي اللي أنا بروحه إلى آخره فاكرين الولد اللطيف اللي إحنا شفناه يوم تلاتين اتناشر سنة عشرين واحد وعشرين اللي أظنه كان مصنف تالت أو رابع على مستوى العالم كيك بوكسنج ده خريج نادي الأصمارات طب لو ما كانش بيلعب رياضة في الأصمارات هذه الطاقة القوة دي كلها كانت هتروح فين ما كيك بوكسنج ده واحد راجل قاعد عمال بيلعب لعبة فيها عنف وفيها ضرب ده لازم يكون واد قلبه جامد قوي واد يتحمل الألم واد يتحمل التمارين الصعبة بتاعت الكيك بوكسنج وحش طب ده لو أنت ما كنتش بتخرج هلو في الرياضة كان هيبقى إيه يا متطرف وإرهابي ولا إيه بقى موجود في داعش ومش عارف إيه يا إما مجرم هذه القوة الشديدة إن كانت جامحة غزبت وإن لم تكن جامحة غزفت موسيقى